وأعتقد أنه أتمنى يعني لو رسالتي توصل للمسؤولين في النادي الأهلي سواء كنت بتكلم عن مجلس إدارة أو شركة كرة قدم أنا بتهالي أنه علينا أنه نتعامل مع الموسم المقبل على أنه نحن هنواجه نفس العقبات ونفس التحديات ما نتوقعش أو ما نرهنش على أنه يبقى فيه فرق أو أنه فيه تحسن لا على مستوى تنظيم المسابقات ولا على مستوى التحكيم وعلينا أنه نجهز فرقتنا أنها تكون قادرة أنها تتعامل مع الفريق المنافس والقائمين على المسابقات في مصر ومنظومة التحكيم ولجنة الحكام يعني اعتبر نفسك مش بتنافس فرق كورة اعتبر نفسك بتنافس قائمين على تنظيم المسابقات وبتنافس الحكام اللي موجودين معك في كل مباراة وإذا أمكن أن نعتبرها واحدة من الصفقات المحترفين يعني الأهلي الحمد لله يعني عنده القدرة أنه قدرته على الإنفاق فيما يتعلق بكورة القدم واحدة من أفضل أندية القرية والمصرية إذا اعتبرنا أننا نحط بند أننا على أقل مبارياتنا نستعين فيها بتحكيم أجنبي ونعتبرها واحدة من الصفقات الاحتراف مفيش مانع بدل ما ندفع ضريبة غالية جدا لأن الفطورة الحقيقة كبيرة ومحدش بيسأل مين هيحسب على فطورة خسارة النادي الأهلي اللقب بفعل فعل ما عندناش منع على الإطلاق وعارفين ومتفاهمين تماما أنه أي فريق في الدنيا ما يقدرش ياخد كل البطولات اللي هو بيلعبه فيش فريق يقدر يحقق هذا ومدرين كيئن تماما أنه فيه أسباب منطقية لقطاع عريض جدا من جمالي النادي الأهلي فهمة الدوري السندي راحلي لكن الأهم بالنسبة لنا أنه ده ما يتكررش مرة تانية قبل 24 ساعة من مواجهة الأهلي والاتحاد ويمكن ربا دارة النفعة زي ما بيقولوا يمكن تكون فرصة أنه القرار طلع من إدارة النادي الأهلي أنها هتكمل أو تريح اللعيبة الأساسية في الفترة اللي جاية وتدي فرصة للعيبة تلتقط أنفسها علا وعسى أنه هم يستعيدوا جزء من مستوىهم قبل بداية موسم بالمناسبة يعني النهاردة بنتابع دوريات أوروبا كلها بتبتدي أنت الموسم عندك خلاص فاضل شهر تقريبا وترجع تبتدي في دايلامة جديدة كان ممكن جدا نكمل وكان ممكن جدا يعني نحاول ننافس على اللقب لغاية آخر لحظة لكن في النهاية كانت ممكن الفاتورة تبقى يعني أصعب وأعنف بكتير جدا على كل أحوال نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه من اللحظة دي يكون بداية التحضير للموسم الجديد وفرصة فرصة لعيبة اللي كانت بعيدة فرصة لعيبة الصغيرة اللي طلع وكنت أعتقد أنه هيبقى صعب جدا ياخدوا فرصة اللعب في النادي الأهلي عشان ياخد فرصة أنه يلعب بس دي حاجة يعني حاجة صعبة جدا فبالتالي يمكن تكون مطشطة أو المباريات المتبقية من عمر الدوري فرصة لإفراز عدد من اللعبين اللي يقدر مستر ريكاردو سوارش يقرق يدرسهم كويس ياخد فيهم قرار موضوعي كويس جدا ويشوف ممكن مين يكون إضافة يكمل وارد جدا على فكرة إن إحنا نكسب لعيبة في الفترة اللي جاية دي ومين ممكن يبقى برس كواد النادي الأهلي لو على سبيل عارة أو البيع لكن في النهاية أنت بتتكلم على عدد كبير جدا من اللعبين الموسم بالنسبة لهم انتهى خلاص بسبب الإصابات ولعيبة قررت الإدارة أنها تديهم أجازة لنهاية الموسم منهم طبعا معلول أفشا الشناوي حمدي فاتحي أيمن أشرف ياسر إبراهيم كل دول خلاص الموسم بالنسبة لهم انتهى وفيه كلام يمكن كمان على ديانج مش عارفين القرارها هيكون بالنسبة لأليو ديانج لكن في النهاية فرصة اللعبة دي تلتقط أنفسها عشان ترجع جاهزة إن شاء الله بإذن الله وفيه 12 لعب من ناشئ النادي الأهلي هيكونوا موجودين واسقين فيهم ورجالة وإن شاء الله يفرزوا عناصر تكون مفيدة للفريق وفيه منهم 6 كانوا موجودين بالمناسبة مع الفريق في فترات مختلفة زياد طارق فخري كوكا صالح نصر ولعبوا معنا وظهروا جزء كبير جدا منهم حتى في مطشاة كسر ربطة ونصير وفيه 6 تساعدوا جداد فبالتالي فرصة إن شاء الله لإكتشاف المواهب اللي نتمنى إن شاء الله يكونوا إضافة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاء ويكونوا أد المسؤولية فيها المتبقي من عمر الدولي الكلام عمي